المسائية من الميادين وفي عنوين ملفيها أهالي ريف القامشلي يرفضون الاحتلال الأمريكي هل اقترب موعد علان طرده من شرق سوريا وأين سيقف الكرد مجلس شيوخ العشائر السورية يدعو إلى توحيد البندقية ضد الاحتلال الأمريكي فهل تنطلق مقاومة شعبية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشم ما هي المآرب والخلفيات وهل يعود الإرهاب إلى العراق ومن الذي يسعى إلى إثارة الفتنة مساء الخير احتجاجات ورفض للاحتلال الأمريكي شرق الفرات أهالي ريف القامشلي خرجوا مجددا مطالبين بمقاومة الاحتلال الأمريكي وبطرده من مناطقهم تحركات واكبها مجلس شيوخ العشائر السورية بدعوة جميع مكونات الجزيرة السورية للالتحاق بالمقاومة الشعبية لتحرير البلاد المجلس حذر قوات سوريا الديمقراطية من الانخراط في المشروع الأمريكي لحصار الشعب السوري ومنع الحل السياسي وإعادة الإعمار كما دعاها إلى التوجه إلى دمشق لتوحيد البنادق لطرد الأمريكي وضرب قواته غير الشرعية فكيف سيتعامل المحتل الأمريكي مع هذا الحراك وأين سيقف الكرد وفي المسائية أيضا نناقش أبعاد وخلفيات اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد فمن يقف خلف هذا الاغتيال وما هي مآربه وخلفياته من يستغله للضغط على فصائل المقاومة في محاولة لخلق فتنة وهل يمكن أن يكون مقدمة لاغتيالات أخرى أخطر في الساحة العراقية أهلا بكم في المسائية البداية نرحب بضيفينا في الملف الأول هنا في الستيديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور وفيق إبراهيم مساء الخير دكتور وفيق وأيضا ينضم إلينا من العاصمة السورية عضو مجلس الشعب السوري وشيخ كذلك قبيلة طاطي اللسيد أو الشيخ محمد الفارس مساء الخير شيخ محمد قبل أن نبدأ الحوار في المسائية الليلة أهلا بك إذن تشهد الجزيرة السورية حركة احتجاجية عشائريا ضد المحتل الأمريكي بالتزامن مع بيان لشيوخ العشائر تضمن تصعيدا في اللهجة وتهديدا صريحا لواشنطن كما حذر القوات الكردية من الانجرار وراء مشروعها بدعم من الاحتلال التفاصيل مع ديمة نصيف عشرات اللافتات الاحتجاجية ضد الاحتلال الأمريكي ترفع في الشمال السوري المحتجون يستكملون مسارا بدأ يتصعد في مزاجا شعبيا عشائريا رافضا للوجود الأمريكي ويحذر القوات الكردية التي سارت خلف هذا الاحتلال ورفعت أعلامه بذريعة محاربة داعش من أجل تثبيت سيطراتها على هذه المناطق تمهيدا للانفصال بيان العشائر السورية وللمرة الأولى حمل في طياطه تهديدا صريحا لواشنطن بمواجهة ما هو أدهى وأمر مما واجهته من المقاومة العراقية عشائر الحسكة ودير الزور والرقة والشرق العربي السوري في قاعة واحدة يديرون نقاشا سياسيا ينقل المشروع الكردي الفيدرالي من طرف يستأثر بتقرير مصير هذه المنطقة إلى طرف قد يواجه العشائر ذات الأغلبية السكانية التي تعمل تحت مظلة الدولة السورية والحليف الروسي لتغيير المعادلة التي حاول الكرد ترسيخها في تثبيت منطقة نفوذا تحت أعلام كردية وأمريكية المساعي الأمريكية الكردية الامتصاص الغضب العشائري لم تفلح اجتماع شيخ العشائر مع قائد قوات قصد مظلوم عبدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا بريت ماجارك وسعى الاحتجاج بعد إصرار واشنطن على فرض سيطرة الكرد على تلك المنطقة تسعى العشائر في موقفها لمنع قيام الخارطة الفيدرالية الجديدة التي إذا ما قامت ستضم أربعين بالمئة من مساحة سوريا وتهدد موارد الدولة من القمح والقطن في الحسكة كما تهدد حقول النفط في دير الزور وهي أكبر مصادر الطاقة والمياه في سد الفرات موارد بفقدانها لن تقوى دماشق على مواجهة تدعيات قيصر يدرك الكرد والأمريكيون أن خسارة ورقة العشائر لصالح دماشق وموسكو ستؤدي إلى إرباك المناطق الخاضعة لنفوذهم حاليا ما قد يدفع واشنطن إلى سحب قواتها من سوريا والزام قصد بالحوار مع دماشق لإنهاء ملف الشرق السوري كاملا ديما ناصيف دماشق الميادين أبدأ معك شيخ محمد فارس بالأشهر الأخيرة تعالت الأصوات الشعبية والرسمية المهددة للتواجد الأمريكي خصوصا في الجزيرة السورية ولكن أن يصل اليوم بيان العشائر إلى تحديد للمرة الأولى والتهديد الصريح لهذا التواجد والمحتل الأمريكي الذي وصفه ما حدود هذا التحرك وما تبعات هذه الدعوة أولا مساء الخير مساء النور مساء الخير عليكم جميعا والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا من قواتنا المسلحة في شتى ميادين القتال بداية العشائر هم جزء من المكون السوري العشائر بمختلف تكويناتهم بعربهم وكردهم ومسيحيتهم وكل جميع المكونات أو الأطياف الموجودة على الساحة السورية في الجزيرة السورية الآن ليس بالجديد ليس بالجديد على أبناء العشائر الامتعاض مما يجري اليوم من ممارسات على مدى عشر سنوات والآن توجت بالضغط على لقمة العيش للشعب السوري تجويع المواطن السوري لكن نسيوا بأن الشعب السوري وسوريا قد تصمد ولكن لا تسكت والشعب السوري يصمد ولا يسكت أن الأوان الآن أن تستفيق همم الشرفاء لتضحط المشروع الأمريكي والضغط الأمريكي فيما يخص الحراك العشائر في الجزيرة السورية لم يتوقف هذا الحراك على مدى سنوات الحرب على سوريا منذ بدايتها وحتى الآن وقد أكدت العشائر العربية والكردية والطوائف المسيحية ممثلة بالنخب الوطنية والرموز الاجتماعية أن موقفها جزء لا يتجزأ من موقف القيادة السورية في كل ما يجري على الأرض السورية وهي ملتزمة بذلك ومن هنا أقول أية مبادرة من أبناء المكون العشائري بكل أطيافه الجميع سيكون داعم له شريطة أن تكون تلك المبادرة ملتزمة بالثوابت الوطنية وهي علم الجمهورية وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري وغير ذلك لن يكون مفيدا على العموم لا زالت المبادرات لا تعطي منتوجا كبيرا بسبب أنها فردية لكن ما هو مأمول ولكن شيخ محمد الفارس حينما يعني دعوة المقاومة الالتحاق بصفوف المقاومة الشعبية والمشاركة بهذا التحرير تحت هذا المسمى هل المقاومة الآن نتحدث عن فعل ميداني لأنه تمددت في الفترة الأخيرة إلى استهداف الأرتال والآليات الأمريكية هل هذا قرار بالنسبة للفصائل بمقاومة وإخراج كما وصف المحتل الأمريكي من الشمال السوري أو من الجسيرة السورية بدأت بدأت التصدي لأرتال القوات المحتلة في أي قرية من قرى ريف القامشلي تمر فيها هذه الأرتال تتصدى لها أبناء هذه القرى طبعا بالحجارة والامتعاض ونصح التعبير بإنزال العالم الأمريكي وإحراقه إلى آخره هذه بدايات لكن ما هو مأمول أن تنمو هذه الروح المقاومة وتشمل الجميع وتكون بشكل منسق ومنظم وبحيث تخرج المحتل الأمريكي من سوريا لأن الأرض السورية لا تقبل أن تدنس لا تقبل أن تدنس بمحتل زي الأمريكي من هذا الموقف المهم شيخ محمد فارس دكتور وفيق إبراهيم حينما نتحدث اليوم عن اشتباك وصل إلى هذا الحد المقاومة واستهداف الأرتال الأمريكية وحدة البندقية يعني الدعوة إلى البندقية الموحدة بالنسبة لألاعشائر هذا إلى ماذا يشير إلى انفجار الوضع بأنه قاب قوسين أو أدنى يمكن القول في الجزيرة السورية المساء الخير لك والضيف الكريم أولا الموضوع العشائر أعمق يعني من الذي نتكلم عنه يعني هذا الموضوع هو ضربة لمشروع تنزيئة السورية يعني علينا أن نرحب في العمق عن موضوع العشائر العشائر دائما مع الدولة لكنها اليوم تسدد ضربة يعني قاسية جدا لمشروع تقسيب سورية ما بين الكرد ومجموعات موالية لتركيا والدولة الحالية هنا يعني تكمن براعة هذا الموضوع لأن اليوم العشائر عندما يسددون هذه الضربة فأنهم يضربونها الأمريكي والسعودي والإماراتي وينزعون أيضا تلك الطغطية الكبيرة التي يتمتع بها التركي لذلك اليوم أولا الأكراد ليسوا موجودين في دائل الزور هم تقدموا إلى دائل الزور بتغطية من الأمريكيين وبعض المتحلفين معهم من العرب السوريين لذلك هم محصرون في الشمال لسوريا لذلك مع سحب التغطية العشائرية عنهم يعودون إلى تلك البقعة ويسقط ذلك التمدد الكردي المتعاوم مع أمريكا وتهتز أيضا أنا لا أبالغ إذا قلت لك لكن تهتز أيضا الوضعية الأمريكية التي كانت تعتقد أنها يعني مؤيدة من قبل كل هذه المجموعة المنتشرة يعني من الحدود الجنوبية يعني قرب العراق إلى مشارف تركية اليوم يتبين أن هذه العشائر شديدة العروبة شديدة السورية متمسكة بدولتها لا يمكن لها أن تخرج عن هذا النطاق على الإطلاق وأنا أقول لك عندما تدعو العشائر إلى مقاومة شعبية صدقيني أنهم قادرون على هذا الأمر لأنهم أهل تلك البلاد هم أهل تلك البلاد بشكل حقيقي كان دورهم مأكولا من قبل الأكراد بدعم أمريكي اليوم يعودون يعني بشكل مقاسي جدا عندما رأوا يعني تبين لهم أن الدولة السورية ليست يعني كما كان الأمريكيون يعتقدون ويروجون هذه دولة مع كل مكوناتها كما قال يعني الشيخ من من كل الأطياف والمزاعب والأعراق والمناطق هذه دولة لكل الناس هذه دولة تعمل تحرير كامل سوريا لإعادتها ولكن لا يمكن أغفال دكتور وفيق إبراهيم أن هناك أطياف معينة لديها بالحلم الانفصالي ونحن نتحدث عن الكرد المتواجدين بهذه المنطقة وهنا نسأل عن الموقف لأن هناك في دعوة إلى عودة الحوار وفتح التواصل من جديد من قبل العشائر ما بين الكرد ودمشق وهذا يمكن يخدنا أكثر بتفاصيل موقف الكرد ولكن أعود إلى كلمة موقف العشائر هو الذي سيفرض على الأكراد أن يعود إلى دمشق قبلا كانوا يعتقدون أن العشائر موالونة لهم ومع الضغطية الأمريكية كانوا يجدحون نحو التغسيم اليوم مع الانسحاب العشائري منهم تأكدي أن رؤوسهم الحامية قد تعود إلى رجلها إنما مع بعض الوقت يعني مع بعض الانتصارات الإضافية التي يمكن أن تتحقق في مقبل الأيام ورقة الضغط هذه التي يشكلها شيخ محمد الفارس الضغط على الكرد وموقف الكرد ولكن هل يمكن القول بأنه أصبح أبناء العشائر الآن رديف لمقاتل الجيش العربي السوري ودور هنا المقاومة الشعبية بمنطقة الشرق اللافورات ما مدى التعويل عليه أتحدث بالواقع الميداني خصوصا وأنكم دعوتم إلى توحيد البندقية بلا شك بلا شك ما يجري الآن في شرق الفرات هو صح وأنا سبق وقلت لسيادتك لحضرتك بأن الشعب السوري يصمد ولا يسكت أنا الأوان الآن أن لا يسكت ويرفض بالمناسبة أنا شاكر للأستاذ إبراهيم كل ما تفضل فيه وحل النفسيات المجتمع العشائري بكل أطياف عربا وأكراد ومسيحيين كل الشرفاء الآن بدأت الصحوة تعتبرها لماذا الآن بهذا التوقيت شيخ محمد الفارس وبالملتقى تحت اسم تجمع سوريا الواحدة كان هناك اتهام واضح للولايات المتحدة الأمريكية كما قلتم بدعم المشاريع الانفصالية التي تشوه واقع المنطقة كيف تقوم أو تقدم هذا الدعم الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك الواقع يفرض نفسه الواقع يفرضه نشوف الأمريكان الآن بإقامة قواعدهم وسيطرتهم على منابع النفط في شرق الفرات وبالحسكة والسيطرة على أرزاق الناس وتجويع الناس ونهب ثروات الوطن كل هذا يدل على عمليا هي تجزئة سوريا المشروع الانفصالي التي تحمله في ذهن أمريكا وأردوغان هذا لن يتحقق الآن بدأنا بمرحلة الصحوة للشعب السوري لا أريد أن يقول للعشائر لأن المجتمع السوري في الغالب هو مجتمع عشائري بدأنا الآن بالصحوة وأي مشروع انفصالي هو مرفوض شكلا ومضمونا وأنا من موقعي الاجتماعي ومن موقعي الرسمي العشائري والرسمي أنا باسم كل الشرفاء أقول يجب أن يخرج كل من دخل سوريا بدون مشروعية وهو موجود على الأرض السورية يعتبر محتل ولابد ما يأتي اليوم الذي سيخرج مهزوم إن شاء الله هنا تقصد الأمريكي والتركي معنا شيخ محمد لأنه بلا شك مش بس الأمريكي والتركي كل من تسول له نفسه أن يكون عنده نزعة انفصالية أو تقسيم سوريا أنا أطالب في نزوحه هل ما يحدث في الشمال السوري شيخ محمد الفارس من عمليات سرق النفط وحرق المواسم قطع المياه هي تتم بصورة ممنهجة ومنسقة ما بين الأمريكي والتركي بلا شك ممنهجة لأنه عم تطلع حوامات الأمريكية عم تزد بعض القنابل المدرشوة هذه الحارقة أو تحرق المزروعات والتركي بدوره أيضا من خلال وجوده في مناطق رأس العين أيضا يمارس نفس العمل بحرق المزروعات ونهب أرزاق الناس وتشريد الناس فبلا شك المشروع واحد والتوجيه واحد كل يعمل بجهة بأحد الجوانب المهمة دكتور وفيق الذي كشفها كتابة جو بولتن مستشار ترامب السابق للأمن القومي هو قي غياب القضية السورية عن اهتمامات الطبقة الأمريكية الحاكمة خصوصا بعهد ترامب وهنا أيضا يتعلق بشخصية ترامب لأنه هو أعلن مرتين عن انسحاب قواته من سوريا وتراجع يمكن باللحظات الأخيرة نتيجة الضغوط التي تمارس عليه هل هذا يعني أن المسكنات في الشمال السوري ممكن أن تجر الكرد إلى المواجهة مع الجيش السوري وما هي الخيارات بالنسبة للكرد دائما دائما الأكراد يعني يخطئون في حلقة التاريخ الأكراد مكون قريب جدا من العرب وهم يسكرون من المناطق داخلية لا سواحد لها ولا مخارج أي أنه في العلوم السياسية لا يمكن إنشاء دول في المناطق محملة يعني مسأل لاحظي إذا إنشأوا دولة في شرقي الفراد من أين يمرون هم على عداوة مع التركي الدولة السورية لا تسبح لهم ليس لديهم حتى الطرق جوية مع العراق لا يستطيعون المرور لذلك هذا مشروع يعني ميت في مهده عن رغم من ذلك يستمروا الأكراد بدلا من أن يطالبوا تحسين أوضاعهم في الدولة السورية تراهم ينجرون إلى مشاريع تقسيمية في إيران في خمسينات القرى الماضي في العراق في السمعينات في سوريا في تركيا لذلك أنا أعتقد أن الدولة السورية التي استضافتهم عندما طردهم الأتراك في عشرينات القرى الماضي أتوا إلى قسم كبير منهم أتى إلى شرق سوريا أنا أؤمن بسوريتهم وأؤمنوا أن لهم حقوقا في السياسة والاقتصاد وفي كل شيء إنما هذا الأمر لا يتطلب أن أتعاون مع الأمريكي والإسرائيلي لكي نقصهم سوريا لذلك الأكراد من دول الأمريكيين لا يفعلوا شيئا على الإطلاق ولا شيء أبدا حتى موازلات القوى في شرق الفرات نفسه لم تكون لمصطحتهم فقط الذي يدعمهم هو الأمريكي والأمريكي كما قلت لم يكن شديدا التمسك قبل عام تحديدا في مثل هذا التوخيط في الصيف الماضي كان يتحدث عن الانسحاب الكامل وحرق هذه الورقة بالنسبة لكي نقص وبرنا هذا الانسحاب عندما قال أن النفط السوري ليس يعني يعني كبيرا كان يريد شيء أكبر لذلك كان طموحه عراقي أن يستمر في العراق أن يلتهم النفط العراقي أن يقص بالعراق إلى ثلاث دول وعلى أن يترك سوريا للأتراك والإرهاب كان يعول الإرهاب من جهها وتركيا من جهات فانية مع تدخلات سعودية وإماراتية للعب في الداخل السوري كان يعتقد أن هذه الفئات تكفي لتدمير سوريا وركزها على العراق إلا أن الدولة الأمريكية العميقة لم تسمح له بهذا الأمر وأصرت على البقاء في شرقي الفراد اعتقادا منها أن أيضا سوريا مع العراق تشكلان قلب المشرك العربي المشرك العربي من دون سوريا وبعدما رحلت مصر إلى إسرائيل ولم تعد بعد أصبحت سوريا والعراق هما قلب هذا المشرك عندما يتم ضرب هذين البلدين تنتهي المنطقة لأن هنا التركيز على الأكراد على الشهريين على السوريين ركزوا يعني مرارا على العجائل لأنه مباشرة في السادس عشر من حزيران الماضي بعد هذا الاتفاق الكردي الكرد الضمني كانت العملية مخلب النمر في العراق وكان هناك نوع من الانتعاد الكردي من هذه العمليات التي قيل أنها أيضا منسقة مع الأمريكي هل الآن يتم بفعل التنسيق التركي الأمريكي لتقسيم هذه المنطقة وهل قابل هذا المشروع للإحياء التركي يعمل بغطاء أمريكي حتى لو تبدى في بعض المرات أنه يختلف معه مثلا من أين يصدر النفط العراقي والنفط المصروق في شرق الفراد يصدر من الأمريكيين إلى أتراك هذا التحالف في صرقة النفوط السورية والعراقية هذا يدل على المشروع واحد كان لك كان المطلوب تدمير سوريا لعب الأتراك دورا في سوريا ولعبوا أيضا في العراق يلاحظ ما يفعلون اليوم في العراق والأمريكيون مسؤولون هذا ما كانوا يريدونه من المنطقة لذلك نحن اليوم مع هذا الظهور العشائري القيم جدا والمقدر في حركة التاريخ تستطيعين أن تعتبر أن المشروع الأمريكي وقع في ورطة وهذه الوقت ليست عالية ولن تنتهي يعني بشكل بسيط بإرضاء شيخ من هنا أو شيخ من هناك هذه مسألة عامة العشائر اليوم تنتفض باسم التاريخ لكرامتها تنتفض باسم سوريا هذه الدولة العظيمة الذين يشكلونهم جزءا بنيويا أساسيا من تشكلاتها واليوم سوريا نظامها الذي ينتصر أيضا يزوب كل الناس يعني تصوري النظام المهزوم لا يزوى واحدا هذا النظام تقريبا قاوم صمد عنده تحالفات بس هو تصوري أنت لغاية اليوم الجيش السوري 300 ألف يعني بعد 9 سنوات من القتال ضار على مساحة 180 ألف كم وربع تجدين أن الجيش السوري لا يزال متماسك بالإيديولوجيا بالعقيدة وبالتسليح هذا أمر نادر ولذلك يمكن ذهب إلى تعبير مهم جدا الشيخ محمد الفارس الصحوة بالنسبة لكل أبناء الشعب خصوصا وجهاء العشائر في الجزيرة السورية بتحذير اليوم بالبيان شيخ محمد حذرت فيها مجموعة العشائر أو وجهاء العشائر عفوا مجموعات قصد من الانخراض بالمشروع الأمريكي وتنفيذ أهدافه بحصار الشعب السوري وكذلك منع الحل السياسي هل ستلقى هذه الدعوة ردودا لدى الكرد تحديدا أم سيعويلون كتجارب سابقة بالنسبة لهم على الحليف الأساسي الأمريكي في المقابل هناك يعني بدون إغفال كما ذكرت قبل قليل التنسيق بأي خطوة يقام في شمال شرق الفرات ما بين التركي والأمريكي على حساب الكرد هم يعرفوا أن الأمريكي عبر تاريخه لم يصدق في أي تحالف مع أي إن كان هذا شيء واثقين منهم وبالتالي نحن نأمل أن ما ورد في بيان العشائر السورية للدعوة للأخوة الكرد للعودة إلى دمشق والحوار مع دمشق وهذا ما هو أثبت لهم وأبقى إذا صحوا صح أن يستوعبوا هذا ليس لا رجاء ولا شسوم لكن هذا هو من باب الحرص لأنه أنا أريد أن أطلبهم بشكل من يعتبر نفسه يدافع عن كرامة أبناء المنطقة يجب أن يدافع عن لقمة عيش أبناء المنطقة أيضا لكن للأسف اليوم أبناء المنطقة يعانوا من محاربتهم في لقمة عيشهم من الجانب الأمريكي والتركي وإلى آخره لكن نأمل إخوتنا الكرد أن يعو ويصحوا لمستقبل العلاقة الكردية الأمريكية أنها لن تدوم بل بالعكس ما أتمنى أن يعودوا إلى سوريتهم حيث الغالب منهم الآن هم كلهم سوريين والأكثر بأن أبناء العشائر الآن هم يشكلوا القوة العسكرية لهؤلاء الكردية ولكن شيخ محمد ما هو المتوقع والمنتظر بالرد الفعل التركي أنت تقول تأمل بالعودة إلى دمشق ولكن مسؤول كرد بارز في أمس تحديدا قال أن الإدارة التي يقودها الكرد بشمال شرق سوريا تجي محادثات مع الحلفاء العسكريين بتحالف تقودها الولايات المتحدة بوعود حصلت عليها لإعفائها من العقوبات الأمريكية التي تستهدف الدولة السورية ونحن نتحدث عن قانون قيصر إلى ماذا يشير هكذا تصريحات وكأنه تمسك للرمق الأخير بالنسبة للكردي بالحليف الأمريكي سنرى سنرى من سيستطيع أن يصمد من سينال أنا طبعا ما بتمنى أنهم ينجروا وراء الأمريكي إلى درجة الوثوق التام في الوعود الأمريكية لأنه أمر الوعود الأمريكية ما صدقت ولا حتى في أردوان الآن التحالف الأمريكي التركي ألا يعني لهم شيئا حسن التركي اللي أخذ عفرين وراس العين وجراب ودروين نعم كل هذا الشريط الحدودي والآن لدي مشروعه أن يستمر في السيطرة على الشريط الحدودي بالكامل الآن هو يجهز لتل أبيض ومن ثم سيجهز للدرباسية وعمودة والقحطانية وهو ماشي إلى أن ينهي هذا الشريط الحدودي فهل هذا يتناسب مع طموحات إخوتنا الكرد شكرا جزيلا لك بالمحصلة نعم تفضل شيخ محمد بالمحصلة نحن أبناء سوريا قبل أن نكون أبناء العشائر أو نكون أبناء نحن أبناء المكون السوري لن نقبل ولن نقبل ولن نقبل إلا أن تكون سوريا موحدة وعزيزة و شكرا جزيلا لك شيخ محمد الفارس نعم هل من كلمة تريد الختام بها فيما يتعلق خصوصا بالموقف الكردي لا أنا الأكراد لازنا وأهلنا وأحبائنا ونتمنى عليهم أنهم يأخذوا بالكلام اللي وجه إلهم من مكونهم العشائري يأخذوا على محمل الجد ويعودوا إلى دمشق ويتحاوروا علما هم لم ينقطعوا عن التحاور مع دمشق صحيح لكن الآن أتمنى أن يستمروا في التحاور مع دمشق والوصول إلى ما هو أضمن للمنطقة كلها شكرا جزيلا لك شيخ محمد الفارس عضو مجلس شعب السوري وشيخ قبيلة تاتي كنت معنا من العاصمة السورية دمشق وأدعوك للبقاء معنا الدكتور وفيق إبراهيم لاستكمال الملف الثاني المتعلق بالمشهد الأمني في العراق مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نعود لاستكمال المسائية بملفها الثاني لا تذهبوا بعيدا لو صبحتوا من جديد أهلا بكم في الجزء الثاني والملف الثاني في المسائية منذ بدء تصاعد قوته وكذلك فعالياته وانتصاره بمعاركه ضد الإرهاب يتعرض الحجد الشعبي في العراق لمحاولات إضعافه وتشبيه صورته آخرها الحملة الإعلامية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعيد اغتيال الهاشم باتهام فصائل المقاومة بالاغتيال هي اتهامات تأتي في الإطار نفسه مع اتهامات سابقة طالت الحجد وفصائل المقاومة بالقيام بقنص المتظاهرين وكذلك بقمعهم كما اتهم أو اتهم الحجد بقصف السفارة والقواعد الأمريكية في العراق هذا إضافة إلى المساعي الحفيث للفصل بين القوات العراقية والحجد الشعبي على الرغم أو على الرغم من كونه فصيلا شرعيا وقانونيا في الجيش العراقي والإصرار على وسمه بالميليشيات المسلحة ميدانيا استهدف الحجد عسكريا بشكل مباشر وقصفت قواعده ومراكزه خلال الحرب على داعش كما جرى اعتقال عدد من عناصره في محاولة لوضعهم في موقع الخارج على القانون بهذا الملف أجدد الترحيب بالدكتور وفيق إبراهيم معنا هنا في الستيديو وكذلك ينضم إلينا الباحث في مركز الهدف للدراسات الدكتور عباس العرداوي من بغداد أبدأ معك دكتور عباس العرداوي أهلا بك هل نفهم بأن جريمة الاغتيال للخبير الأمني هشام الهاشمي بأنها محاولة لخلط الأوراق وهل عاد زمن الاغتيالات من هذا بعودة هذا المشهد يمكن القول بسم الله الرحيم تحية طيبة لك سيدتي الكريمة أهلا بك وفيق إلى جمهوركم الكريم طبعا لا شك هذا كلام جدا دقيق الخطوة الأولية هي خطوة خلط الأوراق واللعب على هذه الوتيرة مهم جدا ما ذكر في تقريركم الكريم أن الحجي الشعبي هو دائما موضع اتهام وهذا الاتهام لو نعود إليه ونجده حتى في عمليات التحرير قبل أربع سنوات التهمة بالسرعة التهمة بالاعتداء على المزروعات التهمة بالاعتداء على الأبنية ثم تطور هذا الموضوع إلى اتهامات أخرى متعلقة بالآبار النفطية متعلقة بالمنشآت وكأن داعش كان يزرع الورد وكأن داعش كان يعني جو مسالم والحش جاء بعدها حقيقة تعرض لعملة تشنيع كبيرة وتشير بقياداته واستهدفت بشكل كبير محاولة لإسقاط هذا الانتصار ومحاولة الهجوم على كم من الانتصارات التي ساهمت بتقصير عمر الارهاب جريمة الحجد الشعبي أنه ساهمت بتقصير عمر الارهاب والقضاء عليه وتقويضه في المنطقة لهذا اليوم هذه الاتهامات ليست بالجديدة قبل أيام التهمة بحرق المحاصيل الحنطة والشعير ثم انتظر اليوم إلى موضوع الاستهداف لشخصيات عراقية وطنية هذه محاولة خلط الأوراق وتشابك الدماء هي محاولة لعودة إلى إيجاد ذريعة وبئة مناسبة كي تتواجد الولايات المتحدة الأمريكية التي نصبت قبل ثلاثة أيام منظومة السيروم العسكرية الدفاعية في داخل قلب بغداد ويتبحث عن تحويل السفارة الأمريكية في داخل بغداد إلى قاعدة عسكرية ولكي تذهب بهذا الاتجاه وحتى تبعد الأضواء ولأنها تعمل على إيجاد أزمة لتمرير أزمة فهي أوجدت هذه الاتهامات ويبدو لكل متابع ولا يخفى على جنابكم الكريم أن الاستهداف مباشرة جاءت بعده بأقل من خمسة دقائق حملة أعلامية مكثفة استمرت تقريبا سس ساعات متواصلة وأخذت الكثير من الأحاديث الإنشائية دون أن ننتظر التحقيقات الجنائية وثبت لدينا أنه لدي مئات من الحوادث السابقة أطالت شخصيات كبيرة ورفيعة ابتداء من السيد محبد باقر الحكيم وانتهاء بشخصيات أخرى على المستوى الأقل حتى في الحجد الشعبي كلها كانت تنتظر التحقيقات يعني حينما استهدف الحاج أصب ضعيف مدير الإدارة والمالية في الحجد الشعبي الحجد كان منتظرا للإجراءات القانونية وتبين أنها جريمة جنائية ولم يتهم أحدا لماذا لا يتم الانتظار حتى تتم التحقيقات لماذا بعد ثلاث دقائق أو خمسة دقائق تخرج إلينا نشارات من قنوات والإعلام الأصفر الأمريكية الحرة وغيرها وتتجند لتباكى على الشهيد الهاشمي لماذا بهذه الطريقة المستغرب كذلك الانتقال السريع للتصوير طريقة الترويج الوثاق المستخدمة التي تحدثوا في بداية الأمر عن الوثاق إذن هي محاولة دقيقة كما قلتم هي لخلط الأوراق وإيجاد بيئة متوترة ومحاولة تصعيد الإعلامي ضد انتصارات الحجي شعبي ومحاولة خلق بيئة من العدائية تجاهها هل توافق دكتور وفيق بما تقدم وعرضه الأستاذ دكتور عباس وهل هناك محاولة لخلق انطباع لدى الرأي العام بتوجيه الاتهام لفصائل المقاومة ومن المستفيد الآن من هذا المشهد الأمني وتشدد عمليات الاغتيال عبر الخبير الهاشمي الولايات المتحدة الأمريكية منذ بضعة أشهر تعمل على تجديد أرياتها في لبنان والعراق وأيضا في شرق سوريا هناك استهداف لقوة أساسية في العراق واللبنان يعتقد الأمريكيون أن الحاقة إذا أذى بها يؤدي إلى إعادة إمساكهم بكل المشهد العراقي والمشهد اللبناني الحجي الشعبي هو واحد من الاستهدافات الأمريكية لأنها القوة الأساسية التي استطاعت مجابهة الإرهاب وتشكل نوعا من الاستقرار العراقي الداخلي وتشكل أيضا تلك القوة التي تقف في وجه الأمريكيين وتصر على تنحيلهم على العراق لذلك من الطبيعي أن يقوم الأمريكيون يعني بهذا الأمر في وجه الحجي الشعبي وذلك استنادا إلى خطتهم القديمة الخطة القديمة التي تكلموا عنها منذ التسعينات هي تحقيق نوع من الفتنة الطائفية في العراق وفي لبنان وفي مناطق أخرى من السنة والشيعة اليوم مثلا اغتيال الهاشمة اغتيال الهاشمة هو سني المقصود منه لحاقتهم بتنظيم شيعي فقط بمقاربة خيالية وهمية يعني عندما نسأل الأمريكيون ماذا يستفيد الحجي الشعبي من اغتيال الهاشمة ولا شيء على الإطلاق بالعكس لا يستفيد يعني هو المتضرر يمكن بالتباع هو المتضرر الأول يعني من عملية الاغتيال أنا أتكلف الشكل الأمني الموليسي بغض النصر عن البعد السياسي لذلك هذه ضربة أمريكية والدليل يعني كما قال الأستاذ أن قبل ما أن قتل حتى ابتدأت وسائل الإعلام أن هناك هجوما شعيا على السنة وأن هذا الأمر يعني هي يجب أن نرد عليه فورا حتى الآن كل المحطات السعودية حتى أظهر الدراسة يعني يتحدث فيها عن الحجد الشعبي للخبير الهاشمة المحطات التلفزة السعودية والإماراتية والأمريكية كلهم يتكلمون عن لاجمي وكأن الحجد الشعبي تخذ قرارا بقتله ونفسه المطلوب اليوم إعادة الإمساك من العراق القازمي كان أولى المحاولات التي قام بها الأمريكيون لإعادة الإمساك بالشرع العراق تشكل الحكومة أنا حتى الآن لا أعرف كيف قبل بها الحجد الشعبي أستنتج أنه كان هناك خلافات داخل الحجد الشعبي سمحت الأمريكيين بتبرير القازمي هذا أكيد اليوم هذه ضربة ثانية وهي مقدمة لعمليات ولكن هذه العملية ألا تضر بمسيرة الحكم لحكومة القازمي الذي قال لن يسمح أنه لن يسمح بتكرار هذا المشهد خصوصا يعني ما بعد عام 2006 ومشهد الاغتيالات يحاول القازمي أن يستمد شرائية من هذا الاغتيال يقول يجب عليكم أن تؤيدوني لكي أمنع مثل هذه الاغتيالات كل ما يجري اليوم هي محاولات أمريكية لإعادة الفتنة للعراق الأمريكيون لا يمكن لهم أن يستمروا في العراق إلا من بوابة الفتنة وكانت هذه الفتنة قد تراجعت مع استكمال الحج الشعبي تقريبا لتحرير العراق كان الأمريكيون لا يزالون ممسكين بكردستان بالإضافة إلى بعض أنحاء الوسطهم والأتراك اليوم يحاول أن يكون عودة إلى كل تدمير حتى الحج الشعبي يبقى القوة والملفت دكتور وفيق تبني تنظيم داعش لهذه العملية وهذا لابد من الغوط أكثر به إذن سنذهب إلى هذا التقرير الذي لا يفتح لنا الكثير من أبواب اللانقاش اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي يثير تساؤلات كثيرة حول من يقف وراء هذا الاغتيال فالرجل كان قريبا من تنظيم القاعدة في العراق ثم بات مقربا من الأجهزة الأمنية العراقية ومستشارا في ملف التنظيمات الإرهابية وتعرض مرارا للتهديد من قبل تنظيم داعش تقرير عبدالله بدران اضطراب الأوضاع واهتزاز المشهد السياسي في العراق في ظل كثرة اللاعبين على صفحته يراد له أن يكون سمة دائمة المسألة برمتها ينحدر القرار فيها من رؤية لمشروع يكون العراق فيه مهمشا بلا تأثير ولا دور يشتغل من فيه بأشواط من الصراع المؤكد أن عجلة الاضطراب التي يديرها المستثمرون في الخراب بدأت تدور بسرعة لتسحق بعد نشطاء الحراك فئة أخرى من المطلوبين من أصحاب الكلمة الحرة والرأي المهني اليوم وإن بدأ أننا أمام طراز جديد من الاستثمار تمثل في اختيال هشام الهاشمي فإن حقيقة الأمر في ظل الظرف الحالي أشبه بإقهام هذا النوع من العمليات الدموية التي يسهل التقديم لدوافعها وحصر لائحة الاتهام بمطلوبين معينين يجب أن يكونوا من حلفاء طهران وباستغلال ظرف من الخلافات لم تمضي عليه إلا بضعة أيام كحادث الدورة وما تلاه من ردود فعل الفصائل وبمتهمين موجودين فعلا يتسع عنوانهم العريض لمن تشتهي واشنطن شموله تحت بنده وهو الطرف الثالث وليس مطلوبا بعد ذلك السؤال عن عدم إقدام الكتائب أو الفصائل على اغتيال الهاشمي بينما كان لسنوات يتحرك في بيئتهم المناطقية وتستضيفه فضائياتهم إنما المهم اليوم صناعة بديهة تستجمع كل شبهات الاتهام وتثبيت هذا التصور في أذهان العراقيين عن وقوف الفصائل وراء كل عملية اغتيال بسوق المقدمات التي تستبق كل حدث وانتقاء الأهداف التي تصلح لتفجير الاضطراب وتقديم الأدوات واختيار التوقيت وحجد الشهود بتوليفة مبتورة من الكلمات تفتتح لها نشرات الأخبار وتلاحقها بالتأويل والتحليل وبتصور أن يفعل هذا الجو المشحون بالاتهام فعله والهدف ما زال هو الهدف منذ البداية فأنه ينبغي التحذير من أن نسقية اغتيال الهاشمي ربما تكون في بدايتها عبدالله بدران بغداد الميادين دكتور عباس من يحاول شر العراق إلى الفوضى من خلال اغتيال الخبير الأمني الهاشمي وهذه العلاقات المرتبطة خصوصا أن داعش المتضرر الأكبر بسياق التقارير التي صاغها وخلفيات وأبعاد هذا التنظيم كان الخبير الأول يمكن بمركزية القرار الخبير الهاشمي المتضرر هو من النتائج يحسب هذا الموضوع بنتائجه وكما ذكرنا اليوم على أقل تقدير هو كان يعطي معلومات جدا دقيقة حول داعش وعصاباته وتواجده بالأسماء والعواناوين وحتى في عملية القرداش كان له تأثير كبير وبدأ محاولة الانتقام من تلك اللحظة نشرت الكثير من التهديدات إليه وأخوه الأصغر تحدث عن أنه تلقى تهديدات من داعش وعصاباته باعتبار أنه سرب معلومات مهمة جدا ودقيقة ولفهم تحركاتهم أصبح مستشارا بهذه المهام وعلى مدى سنوات هذه نقطة النقطة الثانية الذي يستثمر هذا الموقف والذي يمكن أن يصب صالحه لا شك هو من يذهب إلى محاولة إشاعة الفوضى واحد من أهم الأهداف التي تبحث عنها لولايات المتحدة الأمريكية اليوم الفوضى تسمح لها بإعادة العصابات الإرهابية اليوم الفوضى تسمح لها بالتدخل بالملفة الأمني التي سمهت لها نصب المنظومة الدفاعية في قلب بغداد الفوضى هي التي سمهت لها بإعادة المفاوضات في موضوع التواجد وموضوع إعادة الانتشار بالتالي لا مصلحة لا للحشد ولا للفصائل المقاومة ولا لأي عراق حقيقة اليوم باستهداف المرحوم الهاشمي الاستهداف يصب بكل المعايير وبكل الأوجه باتجاه هذا الموضوع لا شك هذا نوع من أنواع الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ثقافة الاختيال هي واحدة من أهم الثقافات التي تعمل بها المخابرات الأمريكية في المنطقة هي تختال حتى الأمريكي إذا كانت تريد أن تمرر مصالحها والدليل على ذلك في 11 ستمبر حينما قامت بالتفجيرات من أجل أن تغزو العراق وتغزو أفغانستان وتغزو المنطقة قامت بهذه العمليات الإرهابية من أجل مصالحها قتلت الآلاف من الأمريكان من أجل تمرير القرن الأمريكي الجديد واليوم تذهب إلى أكثر من ذلك وبالتالي واضح جدا أن المتضرر من ذلك كما ذكرتم هو الحشد لأنه كان يعطي معلومات جدا مهمة والأجهزة الأمنية متضررة كذلك لأنه كان مستشارا واعيا يدرك تحركات داعش والمستفيد أطعا هو داعش والعصابات الإرهابية دكار عباس أريد استضاح منك هذه النقطة بالتالي القراءة واضحة نعم بمسار ممنهج ونحن نتحدث عن كيفية تعاطي حكومة القاضم مع الحشد الشعبي خصوصا بالفترة الأخيرة والصدام الذي وصل إلى الميدان ويمكن استهداف المقار للحشد الشعبي بالمنطقة الخضراء هل هذه سلسلة من إطار التحركات لتشويص صورة الفصائل المقاومة وخصوصا الحشد الشعبي المكون الأساسي من ضمن المنظومة الأمنية الأساسية للعراق الآن وهذا يمكن بطلب أمريكي؟ يعني أفهم من هذا بالخلاصة؟ نعم هذه حلقة من حلقات مسلسلة للاستهداف أنا ذكرت الاستهداف بدأ ليس بهذه اللحظة الاستهداف بدأ حتى في عمليات التحرير في عمليات تكريد في عمليات الرمادي كان يمنع الحشد الشعبي ويشوه صورته حتى لا يشترك بهذه العمليات ويدفع باتجاه آخر ثم انتقلنا إلى مرحلة الانتصار في مرحلة الانتصار كانت لدينا ضريبة كبيرة منها موضوع عدم توطين رواتبة منها موضوع تقليص رواتبة حتى القانون الذي تأخر التصويت عليه وموضوع تواجده يعاقب على تواجده في منطقة الحدود ومسكن الحدود بأكثر من 27 استهداف من تقريبا منتصف 2017 إلى آخرها في موضوع 7-2-2020 تحديدا موضوع استدافات القائمة وموضوع استدافات المتعلقة بسلسلة استدافات مقر كبيرة وكان في حين استدافة للمطار كربلة واستهداف في المعسكرات واستهداف أيضا لشرطة التحادية واستهدافات أخرى فبالتالي هذه سلسلة الأحداث هي تعطي رسالة واضحة لليوم الاستهداف لا زال مستمرة لكن طريقة تختلف طريقة التوريط طريقة الدفع الاتهامات طريقة الشبهات الحجد الشعبي سحب البساط من أمام الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من المهام سحبها في موضوع الضغط الاقتصادي فبادر إلى مساعدة المزارعين ومساعدة الخدمات ومساعدة الانتاج بادر في بادرته الأخيرة الاجتماعية في موضوع وباء كورونا شكل المستشفيات وذهب إلى دفن وتخسيل وتكفين الضحايا في كورونا وذهب إلى أكثر من ذلك فهو لا زال يعطي الكثير من الدماء وهو يرابط على الحدود ونقطة الحدود شكل سريع دكتور عباس مهم جدا دكتور عباس هل ستستطيع الحكومة العراقية الكشف عن الجونات يمكن بشكل سريع لأنقل النقاط التي ذكرتها للدكتور وفيق إبراهيم طبعا هذا واحد من أهم المهام المهمة جدا عليها أن تذهب تجاه تحقيقات جنائية وأن تكشف الجونات وعليها أن تثبت الجونات وأن تلزم للدعاء العام بمتابعة هذا الموضوع وحالة المتهمين إلى القضاء منتزم جدا كي نرفع الشبهات ويبدأ المسار بسار دكتور وفيق نعم لم يبقى لدانا الوقت لمصلحة من اضعاف الدولة العراقية والتأثير بقرارات قياداتها السياسية الآن الأمريكيون يعملون على البقاء في العراق بتحويل المشهد الداخلي مشهد مطالب بسحبهم إلى مشهد ملخرط في فوضى أمنية ومذهبية تصوري منذ عدة أشهر كنا نتكلم عن الحج الشعبي وهو في حالة قريبة من التنصيق مع جيش سوري اليوم وصلنا على الحدود السورية اليوم عدنا إلى داخل بغداد لكي نحاول أن نحد من فتن مذهبية وطائفية هذا هو التخطيط الأمريكي الذي وصلنا إليه في هذه الأيام بشكل أكيد ودكتور عباس أشاد هذا الموضوع شكرا جزيلا لك دكتور وفيق إبراهيم الأكاديمي والمحل السياسي كنت معنا هنا في الاستيديو في ملفي المسائية وشكر موصول لك دكتور عباس العداوي الباحث في مركز الهدف للدراسات كنت معنا من بغداد وفي الختام تذكير بأبرز عنوين المسائية أهل ريف القمش ليرفضون الاحتلال الأمريكي هل اقترب موعد أعلان طرده من شرق سوريا وأين سيقف الكرد مجلس شيوخ العشائر السورية يدعو إلى توحيد البندقية ضد الاحتلال الأمريكي فهل تنطلق مقاومة شعبية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشم ما هي المآرب والخلفيات وهل يعود الإرهاب إلى العراق ومن الذي يسعى إلى إثارة الفتنة ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية المسائية انتهت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر